هنعمل مع بعض الغدى النهاردة أكل مطاعم مفيش كلام هعمل معاكو كباب الدجاج بتدبيلة ولا أرواح من كده إزاي يكون معاكي طاري كده من قلبه جوسي والتسوية بتاعته مظبوطة على الشعر كمان مقدمها مع رصد أصفر على طريقتي بقى الخاصة جدا بنافس بيه أي مطعم ممكن تكونو كلتو فيها وصلة خضرة بالصماء متأكدة لما تجربوها تعجبكو يلا بقى أنا سالة الرسول في الأول قبل امتدي حلقة النهاردة عندي صدور الدجاج أو الفراخ البنية غسلية باللمون والملح ومصفية وقطعته لقطع صغيرة وضفته في الكبه فرمت فارم نعم هساب لكم قدر نصف كيلو في صندوق الوصف أنا كنت مزودة شوية جبت بصلية متوسطة مع عرنفلف الأحمر فرمتهم برضو فارم نعم وصفتهم خدت لتفل بس ومية البصلة لك هنستخدمها في إيه بقدونس الورقة بست بتاقديه وتقطعيه لقطع صغيرة والضفية والبقسمات المطحون وفصين مش كبار من التوم وفرمين ما تزوديش التوم أبدا إنه بيكون فز جدا ومكعبين من الزبدة قد معلقة كبيرة والبديل معلقة كبيرة مستمنة ليه؟ بضيف الزبدة عشان الصدور بتكون أنشف من شوية من الأوراك الله بقى لو عندك أوراك وعملتي مكسبة بين الاثنين فبعوض ده بالزد أو السمنة وتفرجي بقى على الكباب وجماله ملح وفل في الأسود وبابريكا وكمان بودرة الماجت دي كتست جميل وبهرات الفراخ وشوية جنزبيل وزعتر ورشة السكر أو تنسوها تصبط الطعم وتصرع في السبب دايما بحب بضيف السكر في الأكل إنه بيعادل الملوحة فبيديكي أكل مظبوط جدا اعجنيها كأنك بتعجني عجينة وبعد كده هنسيبها على رفل تلاجة عشر دقائق مش أكتر قبل التشكيل عشان بس تتبل من البهرات اللي إحنا ضفناها جبت بقى ده المسنة بتاع السككين أكيد كلكم عارفينه أو أسيخ لشيش تووك عشان أبدأ أسيخ عليها طب أنا مش عندي الحاجات دي وزنقت معي هتجيبي بقى أي شوكة أو معلقة تقليبيها وتسيخي عليها دي أسهل طريقة وطبعا كلنا عندنا معلقة أو شوكة في البيت أنا بس عاوزة للتفريغة اللي بتكون من جوة أكننا بنعمل كفتة الحتي بالضبط بس إحنا هنا بنشكله حجم صغير ده اسمه كباب الدجاج نهاردة أكل مطاعم مفيش كلام كمان عاملة شوية روزة حلوين قوي ينفع لأي نوع مشويات على طريقتي لازم تجربوه وصلطة كمان خاصة بالمشويات حلوة جدا دايما بحب أقدمها مع كباب الدجاج إن شاء الله أكل النهاردة يعجبكو شايفين بقى الطريقة دي سهلة قوي تفريدي كده الكفتة على اللمسان وتضغطي كده بإيدك وتقسيمي لقطع صغيرة ويكوني مخلصة الكمية كلها سيبهما على جنب عشان نلحق نعمل الرز ويستوي معنا حل بقى فيها سامنة على زيت بصلية متوسطة مقطع الكطاع الصغيرة هبدأ شوحها بدون من لون هيغير نهائي مش عاوزها تغمع وانزلي بقى بعود من القرف الخشب ليمون ورق لورة شوحي بصوا بقى التكة دي هتعجبكو قرنفلفل أحمر قطعي الكطاع الصغيرة خالص يديك تسكيلة ولون حلو أجل الرز لو مش بتضفيه ضفيه يدوبك الفلفل يدبل والبصل وانزلي بقى بالبهارات ملح وفلفل أسود وبودرة ماجي وكمان السبع بغارات والبابريكا شوية من الكاري وبغارات الفراخ وما بحبش هضيف كركم يا جماعة نهائي بجد لما جربتوا بدون إضافة الكركم فعلا اداني تست جميل لأن الكركم بيكون طعم وفز وردي بغارات الفراخ فيها مكس ما بين الكركم والكاري فانا بكتفي بيها معلقة جبيرة ممتلقة بشكل هرمي من السلسة ومعلقة جبيرة ممسوحة من السكر وتشوحي بقى وتشمي أحلى روايح رز مصري عادي خالص غسلته وصفيته بدون نقع ولا أي حاجة وهبدأ بقى أنا ننزل بالكمية هقولكم المقدار بالزبط لو أول مرة تعمليه أو عروسك جيدة وتشوحي بقى الرز كده في السنة والزيت عشان يفلفل حسيت أن اللون فتح معي نزلت بشوية كاري كمان وكده اللون زبط ينفع تستخدمي كمان رز بسمتي والمية المغلية من الكاتل الأساسي هتديكي تروى للرز وفي نفس الوقت يستوي بسرعة ويكون مفال في المعاك لكل كبات رز مصري أصدها كباية من المية المغلية طب أنا هستخدم رز بسمتي وكون عام قابليها بعشر دقيق هيكون لكل كباية منه أصدها كباية ونصف من المية المغلية وتكلي أحلى رز أعتمد المقدار ده مظبوطة على الشعر عمره ما يعجن منك في الأولى النار تكون عالية لحد لما شارب كمية المية وبعد كده هديت النار وضفت الشياطة ودي بقى تقليبة شايفين اللون والفلفلة خطير هو طبعا لسه ما استواش كان فاضح عليه حاجة بسيطة بس أنا قلت أسويه في الأول قبل ما نسوي الكباب مع بعض هديت برضو النار وغطيت عليه ويلا بينا نسوي الكباب طريقة سهلة فاكرين مية البصل اللي صفناه والفلفل هضيف عليه رشة بسيطة خالص ملح وفلفل أسود ومعلاقة صغيرة من الصلصة ونقلب ويلا بينا أقولكو هنستخدمها في إيه جريلة سخنة جدا أوصانية نزلت بشوية زيت مع معلقتين كبار من السمن والزد المتوفر عندك والنار عالي قوي هنضيف بقى الكباب بتاع الدجاج على دفعات مش الكمية كلها في الأول قوي يتقلبي فيه أول لما يبدأ يشد معاكي على النار ولونه يغير هندي تقلبتين ثلاثة وننزل باللي باقي من الكمية لحد اللي ما نضيفها كلها وبعد كده هنفضل نقلب فيه مش محتاجة أبدا تهدي النار ولا ضغطيه ولا كل حاجة عشان ما ينزلش العصار اللي فيه وتلاقيه نشف معاكي لكن هقولكو طريقة تسوية حلوة قوي تخليه طاري وفي نفس الوقت بقى ريحته تجيب آخر الدنيا ضفت الكمية كلها وهفضل أقلب فيه عشان يستوي من كل الاتجاهات تفريغة الحلوة اللي احنا عاملينها من جواه هتخليه ما يخدش وقت معاكي جبت بقى مية البصل جنبي طول ما انت بتسويه على النار والفرشة تدهيني كده على الكباب من كل الاتجاهات بمية البصل دي يعني انا خدت بالتقريب كده 3 اربعة طول ما انا بسويه وشوفي بقى الريحة هتجيب لآخر الدنيا هتديك تصوية مصبوطة من القلب ولون كمان حلو ما يكونش محروقة معاكي وجوسي كده وطاري تراوة غير طبعية شايفين كل شوية قبل ما أقلب أدهن بمية البصل والفلفل والسلسة وبعد كده أسيبه كده شوية ودي برضو دهنة تاني وقلب لحد لما يستوي معايا خد لون جميل موحد مش هتلاقي واحدة بقى كده لم حروقة ولا أي حاجة وطاري تراوة غير طبعية هو خلاص مش بيريب معاكي أبدا على النار كنت مجهزة بقى فحمة على الهين التانية في البطجاز عشان أبدأ أديله تستلمش فيه شايفين جميله ولونه بقى خطير لازم تجربون ضفت بقى الفحمة وهبدأ أضيف معلقة زيت وقمر عليه عبال بقى منشوف مكونات الصلطة بتاعتنا الخطيرة عادي بقى دونس بصل متقطع جوانح وفلفل إيه أحمر هو اللي اختلاف هنا التوابل ملح وفلفل أسود وكمون وبابريكا ومعلقة صغيرة ممسوحة خالص من السماء ودي أساسية في الصلطة دي بتتقدم مع كباب الدجاج شوية زيت داتون أو زيت دورة وعصرة لمونة كده حلوة بتليق جدا معاها أو حابة تضيفي معلقة ومعلقتين خل زي ما انتوا عاوزين وقلبي وقلي أحلى صلطة خضرة بالسماء شايفين بقى جمال الرز بتاعي ولا بقى حد يقول لي الرز مطاعم ولا فنادق ولا أي حاجة احنا عملنا أكل المطاعم في البيت ووفرنا وفرحنا إلى الولاد ولا حباية مع الجنة اللي المظبوط تسوية مظبوطة وفي منتهى الجمال طبعا الرز البسمتي زي ما انتوا عارفين أسعاره غالية جدا دلوقتي فانا استخدمت الرز المصري العادي هيديكي النتيجة والله أحلى كمان من الرز البسمتي وطبعا دي حكي اختياري ضفت بقى ليلزمني وبعد كده رصيت الكباب ودي بقى لمعة حلوة بالدهون اللي احنا سويناها فيه اللي هو الزبدة والزيت وزيني بقى بالبقدونس شكل جمالي كده للطبق وفي طبق تاني ضفت بولة من الرز برضو الكباب والصلطة الجميلة في اليوم ده أنا مكنتش طبخة حاجة لكن عملت صنية بطاطس كده في ربع ساعة بجد ان شاء الله لازم أنا زلكوا طريقتها سهلة وسريعة وطعمها ما حصلش رأيكم بقى في أكل النهاردة خطير بجد أنا عوزاكوا تجربوه وتبعتولي ان شاء الله متأكدة هيعجبكوا جده رز مفلفل صلاطة جميلة والتسوية مظبوطة للفراخ ان شاء الله متأكدة هتعجبكوا أو بقى تنسونا في خلص الدعاء ولايك وشيلا والفيديو عجبكوا وبي باي